السلام عليكم أنا ألاء موظفة سوشيال ميديا في الإقلاق الإسلامية أعيش في مدينة غزة تحديداً حيري مع البصير حالياً العقل البشري القادر يستوعب الكارثة والأزمة والدمار والخراب البصير يعني أنا أخلت بيتي أول يوم وانتقلت على بيت أهلي أهلي إيجاهم خبر بإخلاء المنطقة انتقلت على بيت حماتي يوم السابت إيجا حماتي دير حماتي خبر أخلي المنطقة جمعنا ونزحنا إلى الجنوب رحنا في منطقة شبه خلا ما في أي مكان يعني الوضع الوضع مأساوي لحد ما فيش أي مستلزمات إنسانية إحنا نقدر نعتمد عليها انطلقنا من غرب غزة للجنوب وصلنا تقريباً منطقة الزوايدة استقبلونا ناس من البدو أشبه لقرية المنطقة اللي نزلنا فيها طبعاً إحنا ما قلنا أي حدا في الجنوب نقدر نروح عليه الطريق مليانة مليانة ناس محملين أغراضهم وكلوا بينزح سيارات ماشي على الرجلين الناس عادت تزاعد عليه وانا بالسيارة بس هو يقولولي لو سمحتي أخذينا معكم ملناش مكان بس ما في وسا ما بالسيارة قادر أخدهم وصلنا هناك على أساس إنه أأمن بس هو أبداً مش أأمن أصوات المدفعية بالليل وإحنا في منطقة خالية خلاء لعلن خلاء يعني قعدنا وكانوا معي أولادي أولادي في حالة مأساوية نفسية يعني الحالة تبعتهم مزرية طبعاً ما في مياه ما في كهرباء ما في إنترنت ما في حتى نعرف أخبار إيش بيصير حوالينا أنا مقطوع عن الاتصال مقطوع مني الاتصال مع أهلي من كذا يوم أنا مش عارفة شو سير معهم الإنترنت عندهم مقطوع أنا بالعافية لما رجعت على غزة إنه أشبك بس بدي كهرباء أطمن أطمن أشوف إيش الوضع إيش الأخبار مجدداً قالوا لماكم منها لحد الساعة أربعة اليوم الأحد تخلو بقى معي ساعة ونصف أنا فعلياً مش عارفة وإن أروح من الأولاد الوضع مربط قاعدة في أولادي بفكر ومن أروح إذا إحنا رجعنا من الجنوب لأنه القصف شديد جداً القصف يعني أنا في حياتي ما سمعت هك أصوات أصوات المدفعية بالليل مش طبيعي غير أصوات الطيران غير الفوانيس الموضيئة اللي بيرموها علينا عشان يكشفوا المنطقة اللي بدون يقصفوها يعني كانت ليلة مش صعبة كانت ليلة لا توصف فعلياً مشهد لزوح المواطنين من غزة ومن الشمال إلى الجنوب كان أشبع يعني بلا تشبيه كيوم الحشر كله بنحشر بيروح في منطقة وحدة وما في أمان لأنهم برجع بضربوا في نفس الأماكن اللي الناس بتروح عليها يعني وإحنا في الطريق مبارح دربوا شاحن بصواريخ سبعين شهيد في لحظة وحدة وهذا الشاحن كان محمل بناس مهاجرين نازهين من الشمال وكلوا رايحة لغزة المشد يعني أنا لو متأخرة بس شوية قلت أنا قلت من ضمنهم فأد ما تقدر أن يقولون لأمان أسلوا منها نروحوا هان لا لا هذا كله 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 واهي ما فيش إلوا أي أساس من الصحة لأنه أساسا هم عادين مضربوا في الأماكن اللي بيحشدون فيها وما في أماكن مكان يعني إحنا نروح عليه والوضع الصحي سيء النداءات لإخلاء المستشفى كمالعدوان طب مستشفى وين يروحون يجارح المصابين طب النداءات لإخلاء الشمال ويروحوا على الجنوب طب وأهل الجنوب اللي عادين بينقصف وطيب يعني غير الوضع الصحي الوضع الاتصادي ما في مية طب إحنا شو نعمل ما في مية ما في كهرباء مش عارفين الأخبار كيف نعرف الأخبار اللي بتصير حولنا عملية العزل هاي يعني والرعب النفسي إشي سيء غير محتمل غير قادر أي بشري أنه يتصور إشي إشي اللي قاعد بيصير يعني حتى أولادي يعني ماما إيش مننا كل اليوم ماما مش عارفة يا طب أنا شو بدأ أجاوبهم طب ماما بدأ أروح الحمام ماما مفيش مية طب اتطرينا لأنه الوضع سيء في المكان اللي إحنا رحنا ونزحنا عليه أنه نرجع لبيتنا ومعنا مو على أنه نخلق بس مش عارفين وننروح قررنا قولنا نموت في بيتنا وننعرف إحنا مين نعرف مين ساكن هان ولا أنه نموت في الخلاء وإحنا مش عارفين ولا حد عارفنا ولا عارفين وننروح فمواطنين على ربنا إن شاء الله يا رب يا رب بالثبات والصبر إلينا يا رب يا رب الله لا يفجعنا حتى بنعرف واحدة ما يفجعناش في باقي الشعب لأنه بيكفي اللي صار مش أعرف شو أحد يقتلن هيك بس يا رب يا رب الله يحمي الجميع ويخفف علينا أيام مثل قال بس إن شاء الله يا رب يا رب شدة وتزول اشتركوا في القناة